هنا أنت تجيب ملاعبي معاوف وحسب آخر الأخبار نقول ودينا مش رسمي بش يكون أساسي قبل درير اللي عيط له من اللول اللي هو حسين بن علي كيفاش تفسرها هذي؟ أنا نفسرها إنه لا مجالة المقامة بين الفي كو بتاع بن حميدة والملاعب هو حسين بن علي دونك مفروض دونك مفروض تعيط لبن حميدة يكون هو الثاني من اللول ما تعياته حسين بن علي بش يبدأ منطقي للاختيرات منتاعك راهو انتي زادة كونفوكاسيون اللي كيب ناسيون نا دا راي فا اعتبارات مش حتى كل الإمكانيات الفنية زادة مداتها أقل من الملاعبي مع المجموعة بن حميدة بش يلقى ملاعبية الترجل السابقين بش يلقى ملاعبية الحالين في الترجل الى تونسيو حاجة أخرى دونك عيط لهو أقبل بن علي بن علي بن حميدة الأجدر والأحق بش يكون أساسي حتى في ماتش اليوم ما بش أقول لك عليش بتو تشوف فارق كبير بين الأداة بن حميدة مع الترجل الى تونسي ومع المنتخب الوطني تعرفها ليش؟ فما زوز أذره بن حميدة اللي اللاعب عنده إمكانيات وورا ذلك أخي كيفاش إنسان يتحول من الملاعب باهي للملاعب ما يعرف شرب كورا اللي ذره بن حميدة هو فئة كبيرة من جمهور الترجل الى تونسي التي احترفت التي احترفت شب شتم وثلب كل ملاعبية أولاد النادي كل ما هذا صار مع سامح الدربالي صار مع خريل شمام صار حتى مع الوجوم تعالى ترزل الى تونسي نوادي الكبرى كل عندهم الفئة هذية بجمعية نحكي بريسيزة مو على فئة أنا من عم مش بقول جمهور الترجل كل فئة من جمهور الترجل الى تونسي نوادي الكبرى عندهم الفئة هذية اللي يكون الولاد النادي في الترجل في النجم في السفاقسي تقام يسيبوه حاجة اخرى التوظيف متاع كردوزل وبن حميدة شبهي ما يحبن حميدة كي كان ملاعبي يغولم بعد تودا نقوله مع الشرف ايالة و ايالة في رعب الكورة لانه وانتي وقت تعتين ملاعبي معنتها حاجة اكثر من حجم ولا ادوار تتجاوزوا يزم يكون خارق على العادة بشي عملهم سي نرمال انتي بش تحطوا راس راسم على الجمهور وبن حميدة على المستوى الدفاعي من احسن ملاعبية كتزيد وانتي تطور هجومي وتعطيه الكلوار كامل وتقوله تفضل امرح في وحدك يزم اللاعب يكونوا عنده كما قلت انا يكون مهاري يكون قوي في الان كونتر اه صنت راجيته بالمليمتر هذك بشي نجم ينجح اما بن حميدة لعب مع طارق ثابت بل كده خاطر طارق ثابت ألزموا بادوار دفاعية وكان في اغلب الاحيان ساعتي ولي ترواز ياماكسياء كانت تفكروا في الماتشوات نعب الاسبرانس هذك عليش قوت لك الفارق بين اداة في المنتخب وتونشوفه كالعب تتولاب مش يقدم اداة راقي وزيد على ذلك بن حميدة عنده الخبرة الافريقية الرجل اللاعب يجي مع انت جي ثمانين وتسعين ماتش في في فريقيا مع الترجلية التونسي سي نرمال بشكون عنده الاولوية انه يكون اساسي في المنتخب اليوم واكثر حاجة ضررت وزاد انتماء للترجلية التونسي لانت انتقادات اللي لاحقة فوجي البنزرتي جراء كونفوكاسيون بتاع بن حميدة انت ماء الفريق اسمه الترجلية التونسي هذا واقع معنى الناس كلنا نعرفوه منعاش دونك انا الهنام يا انا تجاوزتنا الاحديث وليت نقام من طريقة عكس العباد ولا منعاش خبليك انا اخو لايك اسكو منطقي انت حسين بن علي اليوم موجود قبل بن حميدة في البوست اذيك مختار بالمنطق انت احكي يجي اليوم يلعب بن حميدة اللي جاء بعدك يلعب هو قبلك انتي يكمل مختار هو جاوبك هل هذا عادي معنى طيو جاوبك انا طيو مش العادي زادك يقولون ما تناقشوش اختيارات مدرب طيو انا كي نرى طيو شنو حبنسلك سويت مانيش نحكى يقولي ان انا نقول لك نقاطع الملعبية سوا بن حميدة سوا يقولي سببان ومات هو يحكى على السببان ومات انا سيدي هوا انتي ختمت بها انا اخويا جاب حسام جاب فلان جاب كامروني جاب كيب ناسونال اعطيني تروبان غودوا وقت اللي يتخوز البنزار تجيب تروبان وقت اختياراته تولي بايا وبن حميدة بايا حتى لو كان بن حميدة غلط وتمركان نابونت وربحنا اثنين بواحد رابشي ولي اختياراته بايا وربي نحيونا حكاية السببان انا راب بالنسبة لي لا لا نحيونا حكاية تتعلق تحمي في الجوار انا بالنسبة لي انا اربيتر تسبيت ما فماش عليه الزادة اخويا هذا هذا جمهور ما تسميش تقوله لو متسبيش هذا قصتي كيمتو لو فم عباد عباد فم دو قامتا جميع فم عباد تاخو تسكرها لوج ماخذتها من الجامعة في انفيولوب تقف كرابتها قدام الوية هتدخل اللوج تلقى البيت يفور وتلقى درش نوى وتقعد وتتفرج وتتروح ومحمي لها هدو ما نوع من العباد وفم عباد لو شد القيشيات قصة بتفرج في الكيب نسونال مش تقوله انتي سمحني بن حميدة يغلط لك او جاي والله واعلم انتي خلطت لدارك وارقدته ومازالي لوش في النقل بشيروح لك مانا يزيونها محكاية حاجة باهم مانا يسبب ليه باهم هو موجود موجود هو سبان اما ما تقول ليش برابي ما تسبوهوش بش ما يعطيش روضمو هو طوح عليهم قاد يتسبو الترشي مانا حاجة عادية ونعطيك حاجة اخرى يعني فمي جمول الاتوار جمول الافريقي جمول السياسي مش تفرج في الكيب نسونال مش يشجعلك بن حميدة كمو جاي بتفرج زاده في جوار هذي المشكلة في الكيب نسونال وبربي فمه نقطة اسلام مشتركة بين الكلنا نحكيو فيه وهذه من الحاجات من الأسباب اللي خليت السيدة زاكية البلتاجي ما تعطيش بقية الواحد قالت راني ستمية وخمسين مليون مشيو بش نكريو بيهم الطيارة اللي كيب نسونال ماشي بيها الجزر القمور قالت راني موجودين الفلوس على غالب تلازينا بش نخضو منهم ستمية وخمسين مليون بش نزوم بش نكريو بيهم الطيارة اسك معقول طوح هذا مش معقول واسك معقول تبلغها وتبلغها الكريم الخميري تقول له سامحني راني زيتو كذي يفاش قام خلي اللي كيب نسونال تمشي وتجي وكل جامعة تعوذلك وتعتيك ومفهمة حاجة نحب نعرفها يخي مش الوزارة هي اللي تخلص طيارة ويقولوا حسب يقولوا اسمعني الخطوط متاعنا بتعمل عندهم البوب دائرة وكما قال لك الوزارة خمسين والجامعة خمسين اما اليد اللي في اليد الخطوط التونسي بتات بش نعتيك اي بش نعتيك سايا خلنا حكيو عالمبارات اللي انتي سلت عليها واخنا خرجنا منها المباراة متاعه القائمة الاحداش الانتران الموجودين اللي هما لوجيك الكمبيتيتيف انا ديما عندي تحافظ على الصخيري والعدوني انا معك كي يبدو مع بعضهم انا معك انت تقصد ما يلعبوش وما بعضهم اي انا معك على لاتون منجموش يلعبوهم معا صخيري دائر يحب سنتينيل يحب وحده رغميلي العيدوني على الخطر ساعتي يقلقوا بعضهم في وسط اللعبة من غير ما يفي خورة ذاكر غاب صخيري متغير شايرة غاب صخيري في زوجنا انا نحكيه على الفورميل اللي يحكي عليها قال ما يمشيوش مع بعضهم لعبنا من غير الصخير ومتغير شايرة فوزي نعرف ودربني معناتها روياتي حق الناس اللي عكس برشا مدربين معناتها تدخل محابيات في القائمة خلي هوا مدربة بجنبي والي حبي جي يكذبني يتفض راهي فيها محابيات قائمة المنتخب وكان درجة عامل اي 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 اخو بالخاتر اي اخو بالخاتر وشوفناه اخذي موقف مليتوال واحد بارك درجة عامل واحد يلاعب واحد يلاعب واحد وقبل النادي الفريخي وقت الايد هل حبي تقول حبي تقول النادي الفريخي كي تعمل بلبزة المسؤولين نمتاحهم على خاطر القايمة للمنتخبه عايت واحدة لزوز وماذا يقارعوه في القرى ده ارضاء فام ارضاء موجود موجود فليش واحد نحن نحيو الميكرو يخيو مصدقين اللي مع انت الكورة اللي قاعدين يلعب وحتى الأحداش هذوكم هوم اللي يترانيو في الانترمان قبل كنت نلعب تين تير في الهواء مدر من ابش نسميه مش يقول يتير تيبارة تجيب لقشة مسميه مكشو تلعب ولي عم دو سيانس يلعب مش عارضمون الكورة منتخبه النادي رف خنجاوبه عليش بن حميدة تيتولير حسام بن علي ما هوش انا ريار غوش دوميتي كونفرته عليش تعايته عليش تعايته عليش تعايته باينا باينا يلعب في الكلور القدام عايتل بن حميدة من لو خلينا متتوه هو قدام وزوجه وانتش اختار من ايك بايش يكون موجود يلعب العابدي وانتخبه في المتخب نحكي لك من فكرة انت قدامك زوجه وانتش تختار خلينا استدعاه ومستدعاش ولو والوثين نحكي لك نحكي لك نحكي لك هل فسرتك يا سي سليم راه القايمة راه فيها المحبيت حتى الاسيدي مش قايمة منتخب نوادي كي تلعب نرحت كي يدخلوا لوتي الفانجور اللي عيتولو مالد زويت فيها محبيت مش عرض موبر طعم براستك مكش موافق انا نعرف فوزي من المستحيل الكلام اللي نسمع فيه ممكن هو صح مني اما انا اللي نعرفه شخصيا خاصة مني لا بش خص عليه فيه ياخي هو اللي عمله وصيب فوزي مع انت كارثة يا عيت بن علي مع انت طيحلو من شخصيته المحبيت موجودة انت كنت تدربو اللي وانا نعرف السعودية ونعرفك في الشعلة وانا وين مشيتلك في القايمة كيجيك رئيس فرع ولا رئيس النادي قاسة من بالله ولدي طردتو انا شنوه؟ يزينا سيرينا انت بشعلة طردتا؟ شكون؟ والله رئيس النادي كان لجوان بتاعك عبدالله كان لجوان بتاعك يجاوبني ها يما تحمي جاوبني يا باكر عايش خويت انت راو نحترم رايك خاني خطك انت انا مع انت راوك يخط الكلم هذا ميسي فوزي راو مع دول شخصية خلي يعد وصلت فكرة ديك خلي يزيوه انا نعرف سي فوزي نعرف مليه من المستحيل وهاذهم برشة ناس مايحبوش فوزي وفوزي راوه ماهونش بشي طول فاللي كيف ناس هنا منتوا قعدين يحطولوا مانا معلومه هذي انا نجي انا نجي انا نجي انا نجي انا نجي اهي نعم اهي نعم ياخي فوزي تاو كي تخل ما زلت تتسابه ومزلت بتعرش شنو ما النتائج بشعطيهم؟ طيب معقوله هكا تخليه اخدم الساعة ونحاسبوه بعداشك ده جوبني على فوزي بنزلت على بن علي ان انت قلتك انا يا اخوي اللي نعرف انا نعرف قلتك اللي نعرفه قد يكون انت تعرفه كثير مني اما اللي نعرف انا فوزي من المستحيل حكا ونعرفك مقرب لي شوية فوزي مقرب برشا سيدي ايه وخاس امن بالله فوزي خالك علي بن علي ما نخلي لشي ما نحكيش معاه انا في الحكاية اذية ما نحكيش ما نحكيش ما نخلوش ما فوزي في القايمة انا اللي نعرفه وفوزي ما عندوش لا لا مش فوزي مستفوزي انا نمن بحاجة انا نمن بحاجة هني سألتك سؤال وجربي ما ليش مدر بيجي للطبيب يقوله السيزمو مرتحت لذين وقلو زرق له حاشتي بي يقوله ما ترنيش لذين وقلو خلطوله دي سيانس علي زم ها واحد عامل خلط سيانسيت هو عامل زوز جوار اللاخر انا بش ننسى لك سؤال وش اوبت انا انترنر هل يعقل انا نجيب جوار مانيش مقتنع بيه ما هوش مش مقتنع بيه هذي قايمة المتخل مانا وين المحابات سألتك سؤال اخرى اللي عايت لهم سيفوزي يلعبوا في الاوروب سافر مبارات سيفوزي حضر عليها تفرش في اللاعبين غادي مش كله خلق ما عندوش ناس تفرش في الكورا با لك سيانس يعني ما عنيش في خلص الفيديراسيونس اشاري لذينترنر اما لها سمحني عاد اختم سيادا احذي اسماة بتاع الشعلة ايه بتاع الشعلة ايه بيقول لي بش انطرد انا لن شاورك لا انتي ولا للجواني كان معادي هو ولا بريزينا عرفت ولا باي اي شو تاو كلام ايه انا كانت شاورني وقتا لنحيكم تنسل ايه كفاء انا كانت مسؤولة في الشعلة انا 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 جروز واع سيريدا في حاجة تحس فما غرفة عمليات ولا حاجة كفاء كيفاء تحاول دايما التشويش على المنتخب الوطني تحس فما حاجة غير عادية يراو في حكاية الملعبية الترفض ملعبية التتصاب الملعبية التدعي الإصابة ملي شد السيد فوزي البنزرتي وكيما قال سيريدا تحس فما ساعي كبير إلى معنى أنت عرفتك تلويث الأجواء وإلا كهربت الأجواء في محيط المنتخب فما أشياء غير عادية قاعدة تحصل